هناك ثلاث أنواع من الفتن هيبقى على الصحابة أنهم يواجهوها أول فتنة هي ضغط الوالدين زي سيدنا سعد بن أبي وقاص أمه أقسمت إنها ما تنزلش تحت سقف يعني تفضل في العراء ولا تاكل ولا تشرب لغاية ما يترك دين محمد ويعود إلى عبادة الأصناع فنزلت الآية رقم 8 اللي هي بداية التدبر بتاعنا الليلة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون نزل الأمر من الله سبحانه وتعالى إنه لا يطعها ولكن يستر بها لما أبوك أو أمك يحاول معاك إنك تعمل شيء خطأ أو تشرك بالله ما ينفعش تقطعه ولا تسيء معاملته ولا ترفع صوتك عليه بس ده بيقولي أكفر بربنا أيوة وهو ربنا اللي بيقولك إن رغم كل ده فصاحبهما في الدنيا معروفة في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ده خيل بقى هم بيقولوا لك اكفر بربنا وربنا بيقولك صاحبهم في الدنيا بالمعروف يعني لا تطعهما في الكفر ولكن تحسن معاملته شوف رحمة ربنا هم يقولوا الإنسان اكفر بالله وتركه وعصاه وربنا يقوله ما تسمعش كلامهم بس عملهم كويس ولا تتركهم ارى الآية 8 معايا وتأمل في اختيار الألفاظ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ربنا بيتكلم عن والدين كافرين فمش بيقول وحذرنا الإنسان من والديه إذا عملوا كذا وكذا لا لا ده بيبدأ الكلام بالتوصية بيهم بيوصي بيهم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك هنا في مجاهدة يعني محاولات مستميثة هتتطلب منك مجاهدة تجاهد نفسك عشان أنت ما تضعفش وصاد الحاح بتاع الأب والأم ارجع للآية 6 ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين في جهاد للحق وفي جهاد للباطل أيضا هم بيجاهدوا في الباطل عندهم بيعملوا عملية مجاهدة في الباطل هم ممكن يجاهدوك عشان تكفر وإنت مطلوب منك تجاهدهم وتجاهد نفسك لأنك ترفض طلبهم دون أن تسيئة إليه كم من الآية 8 وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الصلة في الله أو الصلة بالله هي الصلة الأولى والرابطة اللي تربطت بالله هي العروة الوثقة فإذا كان الوالدين أو واحد منهم مشرك فله الإحسان وله الرعاية وليس له الطاعة ولا الاتباع لأن هي مجرد حياة بنحياها وتنتهي في أي لحظة ثم سيعود الجميع إلى الله اقرأ الآية 9 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وآخر الآية 8 إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأنت لا تطيع أب أو أم كافر وبيحثك على الكفر أو بيحثك على الظلم أنك تظلم أحد ولكن في نفس الوقت تعرف أنه أنت ستعود إلى الله إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إرى معي الآية 9 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الآية دي جنيلة قوي بتقول يلي أبوك أو أمك مشركين ما تزعلش وما تفتكرش أن الناس هتدخل مع الأسر بتاعتها الجنة وإنت يوم القيامة هتبقى مقطوع من شجرة في أسرة كبيرة أوي اسمها أسرة الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين إرى الآية 9 معايا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين يبقى كده دي هي الفتنة الأولى وهي فتنة ضغط الوالدين وسيدنا سعد ابن أبي وقاص نجح في هذه الفتنة في هذا الإختبار كان بر بأمه جدا وقالت له ما هذا الدين الذي أحدثت إيه حكاية الدين الجديد بتاعك ده والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبدا الظهر يعودوا يقولوا لك يا قاتل أمه يا قاتل أمه وبعد كده قعدت يوم بليلة كاملة ما تشربش ولا تأكل وقعدة في العراء ما تخشش دجوة تحت سقف في الشمس فرحلها سيدنا سعد وقال لها يا أمه لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني فكلي إن شئتي وإن شئتي فلا تأكلي فلما يأست منه وهو مؤدب منتها الأدب معها ويطبطب عليها ويحدنها لكن ترك ديني ما بتركش ديني لما يأست منه خلص لجعل تأكل وتشربتين فسيدنا سعد بن أبي وقص نجح في هذا الاختبار نجح في هذه الفتنة لأن نقدم العلاقة بالله على العلاقة بالوالدين تمام في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يبقى المسلم أو الأولوياته هي أرضاء الله يجوز لك إنك تحب أبوك وأمك وأولادك وزوجتك وفلوسك وبيتك وعربيتك لكن مش أكتر من ربنا سبحانه وتعالى الأولويات